بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وابناتي طلبة طلبات الصف الأول الثانوي يتجدد اللقاء بكم على شاشة قناة مصر التعليمية في برنامج سير التفوق ودرس جديد من دروس مادة الأحياء زي ما تعودنا برضو في البداية بنجيب عن أسئلة الحلقة السابقة وبعدين بنقول أسماء أبنائنا سريعا وبعدين بنبدأ درسنا وده بقى وبعدين في النهاية بنقول أسئلة الحلقة التالية أسئلة الهوموركة أو الواجب بتاعنا نبدأ مع بعض أول حاجة اللي هي إجابة أسئلة الحلقة السابقة معنا على الشاشة هنا السؤال الأول هو طبعا الأسئلة كانت أربع اختيارات سؤال أول اختار الإجابة الصحيحة يتشابه الجدار الخلوي مع الغشاء البلازمي في نوع البوليمر المكون لكل منهم ولا وجود الثقوب ولا الاتصال مباشر بسيتو بلازم ولا وجودهم في جميع الخلايا طب نمسك واحدة واحدة بالاستبعاد برضو طريقة الاستبعاد لأنا عليها نوع البوليمر لا والله ده أنا عارف إن الجدار الخلوي يتكون من السليلوز أما الغشاء البلازمي أبار عن فوسفولايبدات إذن نستبعد دي طب نسيب وجود الثقوب طبعا كل منهما فيه ثقوب وإن كانت الثقوب في الجدار الخلوي أوسع من الثقوب في الغشاء البلازمي أما الاتصال مباشر بسيتو بلازمي لا ده الغشاء البلازمي بس هو المتصل اتصال مباشر بسيتو بلازمي وجودهم في جماعة الخلايا لو الله ده الجدار الخلايا ومش موجود في الخلايا الحيوانية إذن الإجابة عندي به وكلكم أعرفتوها وكلكم شطار ربنا وفقكم الاختيار الثاني كان تعمل السقوب الموجودة في الغشاء النووي على إيه؟ يا طبعا خروج دئن إيه للسيتوبلازم؟ هقولك لأ لأن دئن إيه ثابت جوه النواة في الكائنات حقيقية النواة يخول الريبوسومات للنواة عشان تخلق البروتين؟ لو الله الريبوسومات بتخلق البروتين وهناعرف الكلام ده في الحلقة القادمة إن شاء الله لأن الحلقة دي إن شاء الله بتخلق البروتين في السيتوبلازم بره مش جوه النواة ما بتدخلش خروج كله من دئن إيه ورن إيه طبعا احنا اتفقنا في الأول أن دئن ما بيخرجش أصلا يبقى هي الأخيرة خروج رن إيه للسيتوبلازم لتخليق البروتين طبعا مع الريبوسومات الاختيار أو السؤال اللي بعد كده كان رسم للغشاء البلازمي الأرقام واحد دي بروتينات اتنين أطراف محبة للماء خارجي وداخلي تلاتة طرف داخلي محبة للماء أربعة دا الكوليسترول السؤال كان بيقول أي من الأجزاء موضحها برسمة يتصل بعضيات الخلية يعني ناحية تجويف الخلية يبقى بالمنطق هو الرؤوس المحبة للماء اللي جهت الخلية للداخل اللي هم رقم 3 ودي كانت الإجابة بتاعت ناجيم أهيه ثم كان السؤال الأخير أربع دواير أو تلات دواير متدخلة الدائرة الخارجية الخلية اللي بعدها النواة اللي بعدها الكوروموسوم جوه الكوروموسوم فيه سين وصاد هنا معناه إيه؟ معناه إنه مما يتكون الكوروموسوم يبقى الكوروموسوم عبارة عن دي إن إيه وبروتين كان السؤال أهو ماذا يمثل الشكل أو يمثل كل من هالحرفين سين وصاد يا ترى إيه تي بيو سكريات أحدية طبعا مش صحيح بروتين ودي إنه هو ده الاختيار الصحيح ودي كانت الإجابة اللي معظمكم جاوبها وعندنا عدد كبير جدا منكم جاوب في لوحة الشرف آية جمال جمعة محمد والفتح الشريلي سعاد علي مصطفى محمود محمد سايد ساعد حسناء جمال أبو بكر حسن محمد أحمد أقاب وعندي مريم محمد ويوسف فضل وعز عبد الرحمن وفاطمة تلا وشاهد قاسم وإسراء الشفاي وزياد ناجي وعندي بعد كده كبان مجموعة أخرى السيد سمير السيد يوسف مصطفى أشرف شمس الدين كورولوس جمال إسراء السيد زبدة عصمت أميرة دي أول مرة معانا أهلا بك أميرة مريان إبراهيم أو مروان إبراهيم ونورهان ومنة الله ومحمد صبحي وعندنا كمان برضو عدد كبير جدا إسراء طارق وليم محمد وحسناء حمدي وشاهد محمود ورانيا مشعل ورانيا جاوبت إجابات دقيقة جدا وإجابات كاملة ورغم أن هي أول مرة تجاوب معانا شكرا لنا رانيا إبراهيم أحمد وآيا خالد ثم عندي بعد كده الدرس بتاعنا النهاردة اللي هو تابع تركيب الخلية وإحنا بدأنا في الحلقة السابقة تركيب الخلية وقلنا أن مكونات الخلية عبارة عن الجدران والأغشية بالإضافة للسيتوبلازم والعضيات والنواة بعد كده اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الجدار الخلوي والغشاء البلازمي قلنا الجدار الخلوي يحيط بالخلية النباتية فقط يتكون من بوليمر السليلوز من السليلوز الجدار الخلوي يحمل خلية النباتية ويدعمها ويديها شكلها ويسمح منرور الماء لأن فيه ثقوب كبيرة الغشاء البلازمي يحيط بالخلية النباتية والحيوانية الغشاء البلازمي يتكون من طبقتين من الفوسفوليبيدات مغمور فيهم أو مطمور فيهم أو موس فيهم جزائيات من البروتين تعمل كممرات للمواد الغذائية وتتعرف على المواد المختلفة وخاصة المواد الغذائية الغشاء البلازمي يتميز بخاصية النفذية الاختيارية من الفروق اللي ما بين الجدار الخلوي والغشاء البلازمي اللي قلناها أن الجدار الخلوي ممفذ لكل المواد لسعة لاتساع ثقوب بتاعته بينما الغشاء البلازمي شبه منفذ لأن الثقوب فيه دقيقة جدا إيه اللي احنا نقوله النهاردة البروتو بلازم البروتو بلازم طيب ما هو البروتو بلازم وإيه معنى الكلمة دي هي كلمة لاتينية وقلناها المرة اللي فاتت كلمة بروتو معناها أولي أو بدائي بلازم يعني مادة حياة وبالتالي كلمة بروتو بلازم معناها مادة الحياة الأولية مادة الحياة الأولية يتكون بروتو بلازمي من النواة ودي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة قلنا النواة توجد في معظم الخلايا قلنا كمان غالبا توجد في مركز الخلية قلنا كمان إنها بتبقى كراوية أو بيضاوية قلنا تتكون من غشاء بلازمي مزدوك طبقتين غشاء بلازمي مزدوك به ثقوب سمى ثقوب نواوية يخرج من خلالها المواد وتدخل المواد ومن أهم المواد اللي بتخرج السؤال اللي قلنا من شوية الـ RNA اللي بيصنعه الـ DNA جوه الخليل والكلام ده تفهمه أكتر بكتير في تالتة سنة وإن شاء الله في الباب التالت بعد كده قلنا النواة مسؤولة عن فيها نواية وفيها كروماتين وفيها سائل نواوي والنواية مسؤولة عن تكون الرايب السماتي بهنا ركز معايا الرايب السمات تتكون داخل النواية داخل النواة وتخرج من النواة لأن احنا نتكلم عن الرايب السماتي النهاردة إن شاء الله بعد كده البروتوبلازم أيضا يحتوي على احنا قلنا النواة ومعاه كمان السيتوبلازم والسيتوبلازم بيبقى فيه عضيات النهاردة هنتكلم عن هنتكلمنا عن النواة تكلمنا عن جدران والأغشية النهاردة هنتكلم عن عضيات الخلية وتعال نشوف والسيتوبلازم في البداية تعال نشوف مع بعض السيتوبلازم في البداية ايه هو؟ السيتوبلازم هو سائل الخلية ايه؟ النواة ايه؟ طبعا أشكال كده ها؟ للتوضيح بس أين يوجد السيتوبلازم؟ السيتوبلازم سائل يملأ الفراغ أو الحيز لأنه ما فيش فراغ هنا ما بين الغشاء البلازمي للخلية وغشاء النواة المسافة دي كده مليانة سيتوبلازم اهو كل ده ده كله سيتوبلازم يبقى هو سائل يملأ الفراغ او الحيز ما بين الغشاء البلازمي الخلية وغشاء النواة هذا السائل ببسائل هلامي هلامي يعني لازج عامل زي بغض البيض كده سائل هلامي هذا السائل تتمي فيه جميع العمليات الحيوية حيث يحتوي على جميع العضيات اللي تقوم بهذه العمليات الحيوية طيب نشوف تعريف السيتوبلازم مع بعض وخوصه ايه على الشاشة هنا وبعدين نرجع مع بعض نكمل كلامنا السيتوبلازم يملأ الحيز من الغشاء الخلو البلازمي من الخلو والغشاء النواة للداخل مادة شبه سائلة تتكون اساسا من الميا ومواد عضوية وغير عضوية بيحتوي على حكتين هيكل الخلية وهو شبكة من الخيوط والانابيب الدقيقة تكسب الخلية دعامة تحافظ على شكلها وقوامها وتعمل كمسارات لانتقال المواد داخل الخلية ويحتوي ايضا السيتوبلازم على عضيات الخلية تعال نشوف مع بعض هنا مما يتكون السيتوبلازم اولا السيتوبلازم كيميائيا يحتوي على ميا ومواد عضوية ومواد غير عضوية طيب مواد عضوية زي ايه 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 نرجع للباب الاول عفوا الكرباهيدرات اللايبيدات البروتينات الاحماد النهوية ايضا يحتوي على مواد غير عضوية زي الميا والاملاح المعدني طيب يحتوي ايضا السيتوبلازم على هيكل الخلية هيكل الخلية دي عبارة عن مجموعة من الانابيب الدقيقة انابيب دقيقة تمثل دعامة للخلية تديها تماسك الخلية اهو كده ده يسمى هيكل الخلية وهنشوف فيديو يوضح الكلام ده دلوقتي ان شاء الله يبقى السيتوبلازم يحتوي على كيميائيا ميا واملاح لها مواد غير عضوية ومواد عضوية كربوديوات لعبادات بروتينات وبعض الاحماد نواية في حقيات النواة مش موجود برا موجود جوا النواة يبقى اذا السيتوبلازم قد يحتوي على هيكل الخلية هيكل الخلية مجموعة من الانابيبات الدقيقة شبكة من الخلوط الانابيب الدقيقة تكسب الخلية دعامة تحافظ على شكلها وقومها وتعمل كمسارات يعني انابيب يمر فيها المواد من جزء الاخر داخل الخلية كما يحتوي هذا السيتوبلازم على عضيات الخلية ودي اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل النهاردة ان شاء الله تعالى بعضها طبعا مش كلها هننهيها هننقولها كلها الحلقة هننكاملها كلها الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى طيب نبدأ نشوف ما هي عضيات الخلية على الورق هنا نشوف ما بعض عضيات الخلية اولا ما معنى كلمة عضيات عضيات تصغير كلمة اعضاء لان كلمة عضي تصغير لكلمة عضو نظرا لانها مكون دقيق جدا موجود داخل الخلية فبسموها عضيات ما ينفعش يسموها عضاء لان الخلية جزء من نسيج جزء من عضو فمنفعش يبقى جوه الخلية عضو يعني لبن الخلية جزء من عضو او جزء من نسيج يعتبر جزء من عضو من جهاز كلام ده احنا ناخدينه قبل كده يبقى مفعش اقول عليها اعضاء اقول عليها ايه عضيات تصغير كلمة اعضاء طيب عضيات الخلية عندي منها نوعين على فكرة النوع الاول لا يحاط بغشاء العضي موجود في السيتوبلازم على طول كده مش محاط بغشاء النوع التاني لا والله عضيات دي محاطة بغشاء مكوناتها محاطة بغشاء يبقى عندي عضيات غير غشائية وعضيات غشائية يبقى عضيات الخلية نوعين حسب وجود الغشاء عضيات غير غشائية ودي اللي هنتكلم عنها النهاردة وعضيات غشائية ودي اللي هنكملها الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى غير غشائية يعني لا تحب غشاء عدي منها مثالين فقط لان انا عندي ثمن عضيات في الخلية ثمن عضيات هنتكلم عنهم اتنين منهم غير غشائية ستة غشائية الاثنين غير غشائية هي الريبوسومات والجسم المركزي او ما يسمى السنترو سوم خليك معايا برضو عشان نفهم ما نحفظش كلمة سوم باللغة اللاتينية دي سواء هنا او هنا او في كلمة الكروموسوم كلمة سوم تدل على معنى جسم لغة اللاتينية جسم سنتر يعني مركز حتى في الانجليز سنتر يعني مركز يبقى السنتر السوم هو الجسم المركزي طب الريبوسوم سوم يعني الجسم الريبوس جاية كده من كلمة معناها المصنع للبروتين معناها المصنع للبروتين اما كلمة كروموسوم كلمة كروموسوم انا قلت قبل كده معناها قابل للصبغة او مصبوغ وسوم يعني جسم عشان كده ترجمة كلمة كروموسوم باللغة العربية صبغي يعني جسم قابل للصبغة عند صبغ الخلية يظهر ملونا دي العضايات غير غشائية واحد الريبوسومات اتنين الجسم المركزي او السنتروسوم طب ما نقيه العضايات الغشائية اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده العضايات الغشائية ستة هما ايه عد معايا واحد الشبكة الاندوبلازمية اتنين جهاز جلجي او جسم جلجي او اجسام جلجي تلاتة الميتوكوندريا اربعة الليسوسومات خمسة الفجوات ستة البلاستيدات ايه هم تاني او هم على الوراء قدامك العضايات الغشائية العضايات الغشائية اللي هنتكلم عنها الحلقة القادمة واحد ايه اقول معايا اهو الشبكة الاندوبلازمية برضو علشان بنترجم الكلمات اللاتين كلمة اندو يعني نهائي او داخلي بلازم يعني شبكة توجد او انابيب توجد داخل الايه السيتوبلازم اندوبلازمية تاني حاجة جسم جولجي او الاسم ده كده اهو ديكتيو سومات طيب جسم جولجي سومية نسبة العالم اللي اكتشفه ومعلومة لكم كده جسم جولجي اكتشف عند فحص خلايا من مخ البومة البومة نوع من الطيور الجارحة تالت حاجة الليسوسومات الجسيمات المحللة سوم يعني جسم ليسوس يعني محلل اربعة النيتوكوندريا خمسة الفجوات ستة واخر نوع من العضايات الغشائية اللي هو البلاستيدات ودي مش موجودة الا في خلايا مملكة النبات البلاستيدات يبقى انا عندي تمن عضايات في الخلية جوه السيتوب لازم ايه هم ايوه اتنين منهم غير غشائية وستة غشائية اتنين لا يحاطوا بغشاء الريبوسومات والسنتروسومة والجسم المركزي ستة كل منهم تحاط بغشاء وقد تحاط بغشائين كمان بعضها يحاط بغشاء مزدوج زي النواة ما بتحاط بغشاء مزدوج طيب ايه هما شبكة اندوبلازمية جسم جولجي ليسو سومات ميتوكنديريا والفجوات والبلستيدات في الخلايا النباتية نشوف الكلام ده سريعا هنا نشوفه مع بعض على الشاشة هنا عندي طبعا ده اللي هو هنتكلم مع بعض عن او ده اللي هو هيبينلي الهيكل بتاع الخلية الانبيب والقنوات اللي بتشافينها دي هي التي تمثل هيكل الخلية هي اللي بتمثل هيكل الخلية تدعم الخلية وتوطيها شكلها وايضا تعمل كناقل اللي بتنتقل خلالها المواد من جزء لاخر في الخلية طيب نشوف مع بعض عوضيات الخلية اللي قلنا عليها عندي معين غير غشائية وغشائية لا تحاطب غشاء وبعضها يحاطب غشاء الغير غشائية زي الريب والصومات والجسم المركزي او السنتروسوم اما الغشائية مركز انتاج الطاقة ثم الفجوات اللي بتخزن فيها المواد ثم البلاستيدات طيب نبدأ بالبداية ببعض القضيات ده اللي هو الشبكة او اللي هو بعض القضيات اللي موجودة جوه الخلية بعض القضيات الموجودة جوه الخلية ده السيتوبلازم المحيط اللي هو السائل الشفاف اللي حوالين المكون اللي قدامي ده ده السيتوبلازم اللي بتسبح فيه العضيات المختلفة اللي بتسبح فيه العضيات المختلفة السيتوب لازم سائل ها او شبه سائل شفاف بيبقى كسيف نشوف مع بعض ها العضيات غير الغشائية واو الهمين الريبوسومات الجسائمات المصنعة للبروتين طب نشوف مع بعض بتقول ايه او ايه حكايتها الريبوسومات او ضيات غير غشائية مستديرة تعتبر مصنع انتاج البروتين وحط عشر خطوط تحت مصنع البروتين دي لانها هتفيدك في سنة تالتة مصنع انتاج البروتين في الخلية توجد في السيتوب لازم مفردة او في مجموعات المفردة هي الاقل عددا الاكثر عددا ها اللي هي توجد على الشبكة الاندوب لازمية يبقى عندي نوعين من ايه؟ نوع يوجد في السيتوب لازم حر بيتحرك مع السيتوب لازم ونوع ملتصق على سطح الشبكة الاندوب لازمية العضاية اللي هناخده في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى نوعين من الريبوسومات ما تنساش لان كل منهم له وظيفة كل منهم له وظيفة النوع الاول يوجد حرا في السيتوب لازم النوع التاني ملتصق على السطح الخارجي للشبكة الاندوب لازمية اللي بنسميها شبكة الاندوب لازمية خشنة عشان الريبوسومات عليها على هيئة حبيبات فم خليها سطحها خشن لان فيه شبكة الاندوب لازمية تانية ما بيبقاش عليها الريبوسومات تبقى ملساء نعمة طيب ايه دور الحرة في السيتوب لازم وايه دور اللي موجودة على الشبكة الاندوب لازمية كلا هما يصنع البروتين كلا هما يصنع البروتين زي مصنعين بيعملوا نفس الحاجة بس واحد منهم بيعمل للاستهلاك المحلي علشان الاستخدام الداخلي في الخلية اللي هي الريبوسومات الحرة في السيتوب لازم هذه الريبوسومات الحرة تعمل البروتين وتسيبه تديه للخلية الخلية نفسها اللي هي موجودة فيها عشان تستخدمه في عملياتها الحيواء المختلفة اما النوع التاني اللي هو الريبوسومات اللي موجودة على الشبكة الاندوب لازمية الخاشنة فدي للتصدير الخارجي زي مصنع بيعمل للتصدير تصنع بروتينات زي الانزيمات وغيرها وتخرج منها بطريقة معينة بعد احداث بعض التعديلات عليها وبعد كده تنتقل الى خارج الخلية خالص تنتقل الى خارج الخلية نرجع مع بعض للشاشة هنا كده هذه العضيات للغير غير شائية المستديرة اللي هي مصنع انتاج البروتين اللي هي الريبوسومات توجد في السيتوبلازم مفردة او في المجموعات وهي الاقل عددا وهي تنتج البروتين وتطلقه بباشرة للسيتوبلازم لتستخدمه الخلية ده الاستخدام المحلي اللي قلنا عليه في نبوها تجديد اجزائها كل عملياتها الحاوية او توجد انا بتكلم عن الريبوسومات ما زلت مرتبطة بالسطح الخارجي للشبكة الاندوبلازمية اللي هنسميها بعد كده الشبكة الاندوبلازمية الخشنة وهي الاكثر عددا من الريبوسومات يبقى الاقل عددا هي الحرة في السيتوبلازم الاكثر عددا هي الموجودة على الشبكة الاندوبلازمية بتعمل ايه الشبكة الريبوسومات الموجودة على سطح الشبكة الاندوبلازمية تنتج بروتينات مثل الانزيمات لتنقلها للشبكة الاندوبلازمية الداخلية الى خارج او لتنقلها الشبكة الاندوبلازمية الى خارج الخلية بعد ادخال بعض التعديلات عليها في جسم جلجي ايه كلام هنا كلام نظري تعالوا يشوفوا مع بعض هنا رسما على الورد نبصوا مع بعض هنا ادي الخلية بتاعتي ولتكن خليها اتكلم عن خلية حيوانية ايه ايه طيب في المركز هنا زي ما اتفقنا بيوجد مين ايوة النواة اهو والنواة اتفقنا ان هي غشاء محاطة بغشاء نواة ومزدوج بين ثقوب نواية بالشكل ده اهو او والنواة جوها مكوناتها المختلفة النواية والكروماتين والسائل النووي وغيرهم كلام جميل دي النواة جوه الخلية اين توجد الريبوسومات اين توجد الريبوسومات قال لي والله بعضها يوجد حرا في السايتوبلازم مفردة كل واحد لوحده او متجمعة على هيئة مجموعات ودي عددها قليل طب توجد فين تاني في نوع منها بيوجد على الشبكة الاندوبلازمية الخشنة اه ده ايه الشبكة الاندوبلازمية بتبقى هنعرف كلام ده بتفصيل اكتر متصلة بغشاء النواة هنا كده او متصلة بغشاء النواة تبقى كده او او طبعا شكل مبسط للشبكة الاندوبلازمية المتصلة بالنواة دي بتبقى ريبة من النواة فغالبا بيبقى عليها ريبوسومات متصلة على سطحها بالشكل ده اده بالشكل ده اده دي نطلق عليها الشبكة الاندوبلازمية الخشنة اللي بتحمل على سطحها الريبوسومات اذا الريبوسومات عندي نوعين نوع يوجد حرا في السيتوبلازم ونوع يوجد على السطح الخارجي للشبكة الاندوبلازمية ده دوره ايه ده ينتج بروتين للاستهلاك المحلي يطلقه الى السيتوبلازم عشان ان خلية نفسها تستخدمه في عملياتها الحيوية في نموها في تجديد اجزائها وظاقف البروتين ونفقد البروتين وقلنا عليها قبل كده اما النوع التاني ده اللي موجود على الشبكة الاندوبلازمية الخشنة فهو ينتج بروتينات تدخل خليك معايا جوه الشبكة تجري عليها بعض التعديلات او تنتقل الى حاجة هناخدها برضو المرة الجاية اسمها جسم جولجي كده تدخل البروتينات دي جسم جولجي يجر عليها تعديلات وبعدين تطلع من حويصلات من جسم جولجي تنطلق الى غشاء الخلية عشان تطلع لبرا البروتينات دي بالشكل ده للتصدير اما ده للاستهلاك المحلي الريبوسومات مصنع البروتين في الخلية منها نوعين معلش انا بكرر الحاجة علشان الحاجات دي لازم نفهمها نوع منها حر في السيتوبلازم وهو العدد الاقل ينتج بروتينات تنطلق مباشرة الى السيتوبلازم التاع الخلية لتستخدمها الخلية في عملياتها الحيوية النوع التاني ريبوسومات توجد على سطح الغشاء الخارجي للشبكة او السطح الخارجي الغشاء الشبكة الانتوبلازمية ونطلق عليها شبكة الانتوبلازمية خشنة ينتج بروتينات تدخل الشبكة الانتوبلازمية تحدث عليها بعض التعديلات في التركيب وتنطلق الى جهاز جلجي عشان يطلعها على اية حواصلات بتنفصل منه الى خارج الخلية تعالوا نشوف الكلام ده هنا في فيديو برضو دي اشكال الريبوسوم هتكلم دلوقتي اهه الشبكة الانتوبلازمية الخشنة وعليها الريبوسومات اهيه وفي شبكة هنا معليهاش الريبوسومات اهيه اللي هي شبكة الانتوبلازمية الملساء دي الخشنة اهيه اللي عليها السهم دي دي الملساء في اشكال تانية للشبكة الانتوبلازمية الخشنة اهيه الملساء الريبوسومات الزرق اللي عليها دي اشكال اخرى متعددة اهو دي الشبكة الانتوبلازمية الخشنة اللي هي متصلة بالنواة وهنقول بعض المعلومات الريبوسوم ده تركيبه عبارة عن قطعتين على فكرة الريبوسوم الواحد بس الكلام ده مش عليكم قطعة تسمى تحت الوحدة الكبيرة وتحت الوحدة الصغيرة دولا بيتكونوا في النوية بتاع النواة ويطلعوا من سقوب النواة إلى السيتوبلاز يتصل بيهم نوع من الار ايه بيكونوا الدي ايه عشان يبدأوا في تصنيع البروتين في تصنيع البروتين ادي عندي كمان شكل للشبكة الديبلازمية الخشنة والريبوسومات اللي عليها منجيب اكتر من شكل لتثبيت المفهوم في ذهنك تعالوا شوف مع بعض الجسم المركزي العضي الغشاء التاني الجسم المركزي خلينا هنا على نفس الرسمة اللي رسمنا فيها الريبوسومات يوجد بجوار النواة في الخلايا الحيوانية فقط جسم كده هو عبارة عن جزئين غير غشائي لا يحاط بغشاء لا يحاط بغشاء يسمى اهو ده كده اسمه جسم مركزي او سنتروسوم اين يوجد ما شكله وتركيبه ما وظيفته تعالوا نشوف مع بعض هنا سريعا وبعدين نفسر كلامنا الجسم المركزي اولا يوجد في الخلايا الحيوانية ما عدا الخلايا العصبية يوجد في الخلايا الحيوانية ويركز معايا في الجزئة دي ما عدا الخلايا العصبية وفي بعض الفطريات بالقرب من النواة غالبا ولا يوجد نهائيا في الخلايا النباتية بصورة عامة والتحالب ولا في معظم الفطريات لكن تحتوي هذه الخلايا على منطقة في السياتوبلازمة تؤدي نفس الوظيفة بتاع جسم المركزي اللي هنقولها طيب يبقى اذا يا جماعة اين يوجد الجسم المركزي في الخلايا الحيوانية اهو في الخلايا الحيوانية عدا الخلايا العصبية وعلى فكرة برضو عدا خلية الدم الحمرة خلية حيوانية يوجد فيها الريبسومات ايضا بعض الفطريات بعض الفطريات يوجد فيها الجسم المركزي لا يوجد نهائيا في الخلايا النباتية او في التحالب التحالب دي اللي هي اجسام بتبقى طافية على سطح المية تعيش في المية ماء الراكد بالذات الماء الساكن لو لقيت بركة كده جاها فترة طويلة تلقى على سطحها طبقة خضرة دي معظمها بيبقى تحالب لا توجد لا يوجد الجسم المركزي في هذه التحالب ولا في الخلايا النباتية نهائيا امال وظيفته مين اللي بيقوم فيها بيها في الخلايا النباتية ركز معايا على ان شاء الله نشوف الدنيا فيها ايه ونشوف الخلايا دي ايه اللي بيعوضها عن عدم موجود الجسم المركزي طب هنرجع تاني كده الخلايا العصبية فيها جسم مركزي لا ولذلك الخلايا العصبية لا تنقسم لا تنقسم ما تتقسمش اللي بتموت منها او اللي بتقضي عمرها وتموت او اذا حصل مؤسر معين يؤدي الى موتها لا تنقسم عددها ما بيزدش بالانقسام وان كان بعض الامحاث دلوقتي قالت ان هناك بعض الخلايا العصبية تنقسم ولكن الصورة العامة اللي واخدناها عن الخلايا العصبية لعدم احتواءها على جسم مركزي فيها لا تنقسم طيب الجسم المركزي وجوده عرفنا تعالوا نشوف مع بعض تركيبه ايه او عبارة عن جسمين دقيقين يعرفان بالسنتريولين هنعرف معنا كلمة سنتريول يعني ايه دلوقتي يتكون كل منهما من تسع مجموعات من الان اوني بيبات تصغير كلمة انا بيب انبوبة تصغيرها كلمة اوني بيبا اوني بيبات الدقيقة مرتبة سطوانيا في شكل ثلاثيات برضو الكلام النظري منحوله مع بعضنا لكلام منظور ومرئي مما يتكون الجسم المركزي الجسم المركزي يا جماعة حشان بقولكم تشبيه بسيط كده انه الاقلام دي كل قلم منهم عبارة عن ثلاث اقلام صغيرين ثلاث اقلام مربطين بقستك كده وبعدين نرصناهم مع بعض زي ما انا شايف كده على هيئة استوانا كده هو جم بعض واقفين كده اهو تسع مجموعة تسع اقلام كل قلم فيه ثلاث انابيب اهو ده اسمه سنتريول اسمه ايه سنتريول احدى حبيبتي الجسم المركزي طب معنا كلمة سنتريول يعني ايه احنا اتفقنا سنتر يعني مركز يول يعني حبيبة يبقى حبيبة مركزية يبقى سنتريول اين هما حبيبتين مركزيتين الشكل العام تحت الميكروسكوب يبقى كده لكن تحت الميكروسكوب الالكتروني يبقى شكلهم ايه الوحدة منهم عبارة عن ايه عبارة عن تسع مجموعات سلاسية من الاني بيبات الدقيقة ادي مجموعة سلاسية مرصوصين على هيئة استوانا ادي المجموعة التانية اهي طبعا ده انا هاخد فيها قطاع عرضي اهو ادي المجموعة التالتة اهي المجموعة الرابعة اهي المجموعة الخامسة اهي المجموعة السادسة اهي المجموعة السابعة اهي المجموعة التمنى اهي ودي المجموعة التسع كلام جميل كل واحدة منهم بيبقى شكلها ايه شكلها كده اهو دي امبوبة دقيقة او انايبيبة دقيقة ودي اونيبيبا ودي اونيبيبا اذا هي تلت اونيبيبات نفس الكلام هنا اهو 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 بنفس الطريقة اهو الونيبيبات التلاتة اهم اهم وهكذا بقية الونيبيبات يبقى اذا ده سنتريول واحد تسعة مجموعات من ثلاثية من الونيبيبات الدقيقة مترصة على هيئة استوانا على هيئة استوانا كده اهو 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 ادي عندي الجسم المركزي او السنتريول الواحد من سنتريولي الجسم المركزي بيبقى بهذا الشكل تسعة ها زي دايرة او استوانا اهي كده اهو مترصة ده تركيبه طيب طبعا مش حبيباتاني زي ديه سنتريول تاني يبقى سنتريول كلمة معناها حبيبة مركزية حبيبة ايه؟ مركزية ده تركيبه طب وظيفته ايه؟ برضو خلينا هنا على الورق علشان نشوف وظيفته احنا عارفين ان الخلية الحية عشان تتجدد بتنقسم بعد عمره معينة بتنقسم سواء انقسام دائم او تحت شروط معينة تحت ظروف معينة الانقسام انتو خدتوه في اعدادي نوعين انقسام ميتوزي وانقسام ميوزي طيب لا مجال ان احنا نشرح ده او ده ولكن اثناء الانقسام بيحصل مرحلة تجهيز تجهيز للانقسام قبل الانقسام نبدأ اسمها الطور البيني او المرحلة البينية يا ليه مرحل انقسام النواة مرحلة انقسام النواة مرحلة تسمى طور تمهيدي مرحلة تسمى طور تمهيدي ومرحلة تسمى طور استوائي مرحلة تسمى طور انفصالي ومرحلة تسمى طور نهائي حد هيقول الكلام ده مش موجود في الكتاب يا أستاذ أيوة مش موجود عليك السنادي لكن كان موجود عليك قبل كده وده اللي هيساعدنا على فهم وظيفة الجسم المركزي فهيركز معايا شوية في الطور التمهيدي بيحصل ايه؟ ركز معايا كده أنا عندي قادر خليل حيوانية اهي قادر سنتريولين اللي قلنا عليهم جنب النواقهم كده قادر النواقه في الطور التمهيدي الكروموسومات الشبكة الكروماتينية تتميز الى كروموسومات كده تتميز يعني تأسر وتتحول الى كروموسومات متضاعفة اللي بيحصل بقى عشان تثبيت الكروموسومات لان الغشاء النواقه ده بيتلاشى في هذه المرحلة ايضا في المرحلة الاستوائية السنتريول ده اهو وده ده يتجه نحو احد طرفي او قطباي الخلية وده يتجه للطرف الاخر ده يروح كده وده يروح كده فتمتد بينهما خيوط اهو ده جلغات هنا فاصبح هنا اهو والتاني ده جلغات هنا يبقى اصبح هنا اهو اهو وتمتد بينهما خيوط كده اهو تسمى خيوط المغزل هي ده الخيوط اللي عاملة زي الحبل اللي بيثبت الكروموسومات في منتصف الخلية عشان كده بيسميه طور استوائي يبقى اللي بتتشعلق فيه الكروموسومات زي المشبك في حبل الغسيل كده ده كروموسوم اما الخيوط اللي هي ده هي تسمى خيوط المغزل مين اللي بيتكون او بيكون خيوط المغزل هو الجسم المركزي ده اللي عاوزة وصله ما وظيفة الجسم المركزي يساهم في انقسام الخلية يساعد على انقسام الخلية عن طريق تكوين ما يسمى خيوط المغزل عن طريق تكوين ما يسمى خيوط المغزل في الطور التمهيدي تبقى اكثر وضوحا وظهورا في الطور الاستوائي تبقى اكثر وضوحا وظهورا فيها الاستوائي خيوط المغزى اللي بيكونها هذا الجسم المركزي بتعمل ايه بتثبت الكروموسومات بتعمل عملية تثبيت للكروموسومات في الخيوط داها دا بالنسبة للجسم المركزي مادى وظفته اهي تمام تركيبه تعني شوف وظفته هنا اهو وظفته اهي يقوم بدورهام فيه انقسام الخلية حيث تمتد بين السنتريولين الموجودين عند قطبي الخلية عن طرفي الخلية خيوط المغزل فتعمل على سحب الكروموسومات نحو الكروموسومات نحو القطبين مما يساعد في الانقسام ده كمان في حاجة بتحصل هنا نرجع للرسمة دي مرة تانية اللي هي فيها خيوط المغزل اهيه الطور الاستواء هو ده طب الطور الانفصالي يا استاذ هنا اهو على الورق الطور الانفصالي الخيوط دي بتنكمش الناحية دي وبتنكمش الناحية دي طب الكروموسوم قدامي عبارة عن ايه مش عبارة عن خطينهم اسمهم كروماتيدين زي ما قلنا الحلقة السابقة الكروماتيد ده يتساعد مع خلوط المغزل الناحية دي يبقى الاثنين دولة كده هيتساعدوا الناحية دي والاثنين دولة يتساعدوا الناحية دي لتصل مجموعتين من الكروموسومات متساويتين في العدد نحو كل قب مجموعة نحو كل قب من القبين إذن الجسم المركزي في الطور الانفصالي يسحب خلوط المغزل تنكمش في الناحية دي وتنكمش في الجهة الأخرى لتسحب هذه الكروماتيدات أهو أدي كروماتيد كده أهو ودي كروماتيد كده أهو بالشكل ده عملت عملية سحب في الاتجاه ده والاتجاه ده عشان يحصل الانقسام عشان بعد كده تتكون نواه هنا ونواه هنا عشان الخلية بعد كده تتقسم إلى خليتين كل واحدة فيها نواه ده وظيفة الجسم المركزي تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض هنا أهو في ملحوظات اللي أنا قلت عليها شوية من شوية ما معنى كلمة سنتريول حبيبة مركزية ودي موجودة في السنتروسوم السنتروسوم الجسم المركزي يتكون من حبيبتين مركزيتين السنتروسوم نفسه هو الجسم المركزي الذي يتكون من سنتريولين اللي بيكون خيوط المغزل ده الجسم المركزي طيب كلمة سنترو مير نرجع تاني للكروموسوم وشكله هنا معلش اهو الكروموسوم مش قلنا عبارة عن خطين كده كل واحد منهم كروماتيد ده في الطور الاستوائي منساش الكروموسوم اصلا خط واحد يا جماعة لكن لما يتضاعف لما يتضاعف في الطور البيدي يبقى خطين الخطين دولة هم الكروماتيدين بيتصلوا عند نقطة في مركزهم كده تسمى النقطة المركزية اللي هي دي نقطة مركزي نقطة في مركز الكروموسوم تصل او تربط بين الكروماتيدين وبعضهم يبقى دي اسمها سنترو مير يبقى عندي مجموعة كلمات تحتوى على كلمة سوم او سنتر سنترو سوم قلنا جسم مركزي سنتريول قلنا حبيبة مركزية طب سنترو مير نقطة مركزية طيب كلمة كروموسوم قلنا عليها قبل كده جسم مصبوغ او قابل الصبغة الصبغي طب كلمة كروماتيد خيط او خيط 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 من خيطي الكروموسوم خيط قابل الصبغة او خيط مصبوغ نرجع تليل الشاشة هنا زي ما قلنا الكروموسوم هو الصبغي الكروماتيد احد خيطي الصبغي نشوف مع بعض اشكال لخيط المغزل اثناء الانقسام في الدور الاستوائي اهي شوف خيط المغزل اهي اهي ده في التمهيدي تبدأ تتكون في الاستوائي تظهر خيط وتكتمل خيط المغزل تماما يعني برضو اكتمالها بيكون في نهاية التمهيدي تبقى ظهرة واضحة جدا ادي ده السنتريولي الناحية دي وده السنتريولي الناحية التالية في اشكال تانية برضو اهو دي اوضح دي رسما باليد اهو السنتريولي ادي الكروموسومات متعلقة في خيط المغزل الممتدة من السنتريولين اهو ادي شكل ده شكل تركيب التركيب بتاع السنتريولي الحبيبة المركزية الواحدة اهي قدامي عبر عن تسع مجموعات سلاسية القنايب بيات كل مجموعة تلت قنايب بياتهم توجد على هاي دستوانا ده واحد وده التاني ده اللي هو السنتريول وده السنتريول واللي تنمع بعض اسمهم سنتريولي لاحظ معايا انهم مش محاطين بغشاء ولا حاجة وعشان كده السنتريولي من الوضايات غير الغشائية ادي كمان شكل آخر لسنتريولين سنتريول ده اللي تنمع بعض اسمهم سنتريولي وهنا مايكروتيول يعني انابيب او انايب بيباد دقيقة سلاسية زي ما قلنا كمان شكل آخر للمغزل ما كان يوجوده اهو بيبقى قريب من النواة وده خلية حيوانية على فكرة لانه موجود في الخلية الحيوانية بعض الفطريات وغير موجود في الخلية النباتية ولا في التحالب في الخلية النباتية ولا فيه في الطعالب نشوف مع بعض كمان فيديو بيبين عملية الانقسام الخلوي اهو خلي بالك معايا السنتريولين بيتبعد نحو قطباي الخلية تمتد بينهم وخيوط المغزل الكروموسومات بتبدأ تنتظم في منتصف هذا الشكل خيوط المغزل بتمتد تتقابل وتتصل بها الكروموسومات في الطور الانفصالي تعمل خيوط المغزل على سحب الكروماتيدات في الاتجاهين نشوف مع بعض الفيديو مرة تانية للتأكيد اهو بنقول السنتريولين بيتبعد جهة قطباي او طرفي الخلية السنتريولين بيمتد منهم خيوط المغزل وهذه السنتريولات تكون خيوط المغزل ثم تعمل على سحب هذه الخيوط في الاتجاهين نحو قطباي الخلية نحو قطباي ايه؟ الخلية كده احنا انتهينا من الأوضيات غير الغشائية طيب فكرة سريعة عن الأوضيات الغشائية اهو العضيات الغشائية باختصار معناه معناها عضيات عضيات تحاط بأغشية نحو قطبايات احنا قطباة احنا قطباة الريبوسوم والسنتريوسوم لا تحاط بأغشية طيب العضيات الغشائية منها الشبكة الاندو بلازمية اول وحدة فيهم منها الشبكة الاندو بلازمية منها كمان الجسم جولجي منها ايضا الليسوسومات منها برضو الميتوكوندريا ثم الفجوات والعضي الخاص بالخلية النباتية اللي هو البلاستيدات طيب نتكلم كده سريعا عن الشبكة الاندو بلازمية علشان احنا اشرنا اليها واحنا بنتكلم عن الريبوسومات واحنا بنتكلم عن ايه عن الريبوسومات الشبكة الاندو بلازمية عبارة عن ايه معايا هنا شبكة من الانيببات الدقيقة ايضا توجد فين توجد في جميع الخلايا وتكسر في الخلايا الغدية خلايا الغدد طيب هذه الشبكة الاندوبلازمية ناشئة منين في الخلية؟ موجودة فين في الخلية؟ إما تنشأ من غشاء النواة تتصل بغشاء النواة إما تتصل بغشاء الخلية الغشاء البلازم الخارجي إما توجد سايبة في السيتوبلازم نشوف الكلام ده رسماً نشوف مع بعض أنا عندي قدي غشاء الخلية أهوه برضو أنا بتعامل مع الخلية الحيوانية لأنها الأسهر غسماً إنما كل الكلام ده برضو اللي أنا هعمله موجود في الخلية النباتية ده غشاء النواة زي ما عملنا آه دهو طيب الشبكة الاندوبلازمية طبعاً من ننساش هنا فيه مين؟ أيوة السنتليولين اللي هو الجسم المركزي بيبقى قريب من النواة طيب أين توجد الشبكة الاندوبلازمية وما أنواعها وما ظرفتها؟ شبكة الاندوبلازمية إما تنشأ من غشاء النواة أو تتصل بغشاء النواة كدهوه أو كدهوه شبكة الاندوبلازمية إما تكون متصلة بغشاء الخلية نفسها كدهوه إما بتبقى موجودة حرة في السيتوبلازم لا متصلة بدها ولا متصل بدها تمام؟ تمام جميل أول الشبكة الاندوبلازمية عضية من العضيات الغشائية يعني محاطة بغشاء يعني فيها تجويف من جوه جميل الشبكة الاندوبلازمية نوعين زي ما اتفقنا اللي قريبة من النواة دي بتبقى خشنة حدا هيقول لي خشنة ليه؟ أيوة ما احنا لسه قيلين لأنها تحمل الاندوبلازمية النوع اللي موجود على الشبكة الاندوبلازمية الخشنة طب مال النوع التالي من الاندوبلازمية موجود فين؟ آه ده حر في السيتوبلازم طب مين فيهم اللي عدده أكتر؟ دي اللي هي الاندوبلازمات المتصلة بالشبكة الاندوبلازمية يبا دي شبكة اندوبلازمية ايه؟ خشنة او مال دي شبكة اندوبلازمية ايه؟ آه ملساء يبا الشبكة الاندوبلازمية تقسم الى نوعين خشنة وملساء تبعا لوجود الاندوبلازمات عليها اذا وجدت عليها الاندوبلازمات تبقى خشنة لم توجد تبقى ملساء طب ديه؟ اه والله دي كمان ملسا يبقى دائما الخشنة تكون قريبة من نواة طيب نفكر مع بعض ليه شمعنا احنا تفادى ان الريبوسومات وظيفتها ايه تصنيع البروتين طيب تصنيع البروتين ده بيتم ازاي وتعرفه بالتفصيل في السنة تالتة بيتم بان تتكون الريبوسومات داخل نواية جوه النواة وتطلع الريبوسومات وبعدين كمان بيتكون نوع من الار ان ايه اسم وار ان ايه المرسل او الرسول ويخرج للسيتوبلازم يبقى انا اطلع من النواة حكتين هيسهمه في تخليق البروتين الريبوسوم وار ان ايه الرسول طيب اعرب مكان لما تطلع الريبوسومات ايوه هو الشبكة البلازمية تحط عليه ترتبط به علشان اول ما يطلع الار ان ايه يلاقيها في سكته فيرتبط بيها ويبدأوا في تصنيع البروتين وما ننساش انه الريبوسوم عبارة عن قطعتين اسمهم تحت واحدتين تحت واحدة كبيرة تحت واحدة صغيرة دولا بيرتبطوا او بيرتبط معهم هيه ار ان ايه الرسول ده كده ويبدأوا عملية تصنيع البروتين يبقى لماذا توجد الشبكة الاندبلازمية الخشنة قريبة من نواة لارتباط عملهم مع بعض حيث ان الشبكة الاندبلازمية الخشنة تحمل الريبوسومات التي تقوم بتصنيع البروتين وبالتالي تبقى عملية بالنواة لان النواة هي اللي بتمد الشبكة الاندبلازمية بالريبوسومات وبيطلع منها الار ان ايه الرسول اللي قلنا عليه طيب ايه وظيفة الشبكة الاندبلازمية الخشنة ايه وظيفة الشبكة الاندبلازمية المساء ايه وظيفة الشبكة الاندبلازمية بالصورة عامة اولا تعمل كقنوات للتوصيل فاكرين هايكل الخلية اهي جزء من هايكل الخلية هو الشبكة الاندبلازمية اللي بيكسب الخلية الدعامة والتماسك ويديها شيء يحافظ على شكلها كمان تعمل كقنوات تنتقل من خلالها المواد المختلفة من مكان إلى آخر داخل الخلية من مكان إلى آخر يعني مادة كونة هنا تتنقل تروح هنا جوه مين؟ اهو ده النفأ اللي بتعدي فيه تمام؟ ده مش بس كده ده ممكن تنقل المواد ما بين النواة والسيتوبلاز الممرات اللي بتعدي منها المواد هي الشبكة الاندوملازمية بس كده قال لله والله ده ممكن كمان يتسق مجالها لنقل المواد من خلية لأخرى ازاي؟ طب دي خلية وده الخلية التانية هيا دي كده الخلية رقم اثنينة هيا دي المجاورة طبص تلقي الشبكة الاندوملازمية بتاعتها قد تكون متصلة بالشبكة الاندوملازمية بتاعة الخلية دي فالمواد تتنقل من هلال هلال يبقى وظيفة الشبكة الانتبلازمية التدعيم النقل تدعيم الخلية تمثل هيكل للخلية تكسب الخلية شكلها وحماية لها نقل المواد سواء من جزء الآخر في الخلية أو بين نواه وستيتوملازم وأحيانا بين الخلايا وبعضها تلاتة تصنع البروتين هي اللي بتصنع بروتين؟ لا الريبسومات اللي عليها الريبسومات اللي عليها اللي هي على الشبكة الانتبلازمية الخشنة تصنع البروتين ويدخل الى داخلها علشان تجرع عليه بعض التعديلات ثم يخرج البروتين المعدل ده الى جهاز جلجي ثم الى السيتو الى الخلايا المجورة يبدأ اللي بيتكون فيها البروتين اللي بيطلع بيتصدر للخارج طب مال الشبكة الانتبلازمية الملساء دورها ايه؟ دي تساهم في تكوين الجلايكوجين او الكاربوهايدرات والليبيدات اه رجعنا بقى للمواد البيولوجية الكبيرة او المواد البيولوجية الكبيرة اللي خدناها في سنة اولى وعرفنا فين بتتكون في الخلية البروتينات تتكون ها على الشبكة الانتبلازمية الخشنة الكاربوهايدرات والليبيدات الجلايكوجين يعني على وجه التحديد لان دي خلية حيوانية بيتكون فين في الشبكة او تساعد تكونها الشبكة الانتبلازمية الملساء كل ده بيروح فين بعد ما يتكون سواء كاربوهايدرات او ليبيدات او بروتينات بيروح على حاجة اسمها اجسام او جسم جولجي وجسم جولجي ده هو اول حاجة هناخدها في الحلقة القادمة نتكلم عنه عشان نربطه مع الشبكة الانتبلازمية طيب الشبكة الانتبلازمية موجودة اكثر بكسافة اعلى وبكمية اكبر في الخلايا الغدية الغدد عموما زي الغدد اللعابية وغيرها ليه؟ لاحتياجها الى الوظيفة بتاعتها العضية موجود بكسرة في العضو او في الخلايا اللي محتاجه وظيفته يعني بالمنطق ولكنه لما اقولك الميتوكوندريا مركز انتاج الطاقة هقوله ليه موجودة في العضلات بالكسرة هقوله باختصار لانها العضلات محتاجة طاقة يعني بالعضية يوجد فيه المكان الذي يحتاج طاقة الذي يحتاج الى وظيفته تعالوا نشوف أسيرة الحلقة النهاردة اختر الايجابة سؤال الاول هو اختر الايجابة الصحيحة اهو توجد الريباسمات الحرة بكسرة فيه الخلايا المفرزة للانزيمات الهاظمة الخلايا المنتجة البروتنات السيتوبلازي خلايا المنتجة للاستيرويدات خلايا المنتجة لهرمون السيروكسيد ده الاختيار الاول الاختيار التاني يوجد السنتروسوم فيه خليك معايا وركز في الكلمات منتصف الكولوموسوم منتصف النواع في الغشاء البلازمي في السايتوبلازم الاختيار التالت اي العضايات التالية اقل تأثرا بالبنزين اي العضايات التالي يركز في السؤال دقاوي اقل تأثرا بالبنزين يترى الشبكة الاندوبلازمية ولا البلاستيدات ولا الريبوسومات ولا الميتوكوندريا الاختيار اللي بعده خلي بالكم التالت اختيارات اللي جايين الرابع والخامس والسادس نفس الاختيارات دي موجودة هي بس اللي بيختلف رأس السؤال عشان ما تطلق بطش اول واحد منهم اللي قلنا عليه العضاي الذي يساهم في زيادة عدد الخلايا هو الكروموسوم ولا الليسوسوم ولا الريبوسوم هنا انا هغير رأس السؤال بس رأس السؤال بس رقم خمسة هو لكن الاختيارات هي هي العضاي الذي يساهم في زيادة حجم الخلية الكروموسوم ولا الليسوسوم ولا الريبوسوم رقم ستة العضاي الذي يساهم في اتمام انقسام الخلية هو الكروموسوم ولا الليسوسوم ولا الريبوسوم ولا السنتروسوم دي كانت اسئلتنا النهاردة اتمنى انه حلقة النهاردة يكون الجزئين الصوارين اللي قلناهم او التلتة اجزاء اللي قلناهم الريبوسوم الجسم المركزي واخدنا فكرة سراع عن الشبكة الاندبلازمية نكون فهمناهم اتمنى منكم مشاركتنا في حل الاسئلة واتمنى برضو الدعاء للاستاذ نعمان يونس مقدم مادة الرياضيات للصف الاول السنوي بالشفاء لانه اجرع عملية جراحية فارجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل اللهم اشفيه شفاء لا يغدر سخما امين اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته